أهلا بكم مشاهدين إلى النشر الاقتصادية والبداية مع العنوين ضمن الاستجابة الفورية لكارثة الزلزال وزير الأشغال يطلب من الشركات الإنشائية تجهيز 300 وحدة سكنية مسبقة الصنع ومصرف سوريا المركزي يوضح لم يتم تعديل آلية استفاء البدل النقدي وإنما توحيد نشرة البدلات والمصارف أهلا بكم ضمن الاستجابة الفورية لكارثة الزلزال وتأمين المسكن للمتضررين في المحافظات المنكوبة دعا وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبداللطيف الشركات الإنشائية إلى التجهيز الفوري ل300 وحدة سكنية مسبقة الصنع متوفرة لديهم لتكون جاهزة للتسليم وخلال اجتماع عقدهم مع مديري الشركات والمؤسسات الإنشائية طلب الوزير عبداللطيف من مديري الشركات المباشرة الفورية بالتصنيع ورفض الحكومة بما يلزم من هذه الوحدات السكنية كما تم تكليف هيئة التخطيط الإقليمي بتحميل المواقع المتضررة من الزلزال على خارطة السكن الوطنية باستخدام تقنية الجي آي اس ودراسة آثار الزلزال تخطيطيا أكد الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين وجود تأمين ضد مخاطر الزلزال في شركات العاملة في السوق منذ تأسيسها ولكن ليس كمنتج تأميني مستقل وإنما ضمن التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية وفي تصريح لصحيفة تشرين المحلية أوضح محمد أن شركات التأمين المحلية حددت نسبة التأمين ضد مخاطر الطبيعة بنسبة 25% من مبلغ التأمين منذ بداية العام الحالي وقد تم تضمينه في الاتفاقيات الموقعة بين الشركات وشركة العربية المتحدة لإعادة التأمين لافتا إلى أنه وبعد حدوث الزلزال تركزت أولويات قطاع التأمين على التعامل الإغاثي بالدرجة الأولى ثم الانتقال إلى مرحلة حصر الأضرار المؤمنة لمعرفة قيمة التعويضات التي ستسددها شركات التأمين في سياق آخر أعلن مصرف سوريا المركزي أنه لم يعدل ألية استفاء البدل النقدي وفق أحكام المرسوم 31 لعام 2020 وإنما تم توحيد نشرة البدلات مع نشرة المصارف لأغراض استفاء المعادل بالليرة السورية في حالة دفع بدل الخدمات الثابتة وفوات الخدمة وجاء توضيح المركزي لاحق للخبر المتضمن إصدار القرار والتعميم الذين تم بموجبهما إلغاء العمل بنشرة البدلات لتحل محلها نشرة المصارف وفي وقت سابق أعلن المركزي السمح لكل المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية بافتتاح فروعها أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع هذا وأعلنت جمعية الصرافين الأردنيين تمديد فترة إصدار الحوالات بالليرة السورية من دون عمولات دعما للمتضررين من الزلزال في سوريا وحسب وسائل إعلام أردنية فإن قرار التمديد يتواصل حتى السادس من أذار المقبل وكانت مجموعة من الشباب الأردنيين أطلقت مؤخرا مبادرة تطوعية لدعم الليرة السورية والإسهام برفع سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية عبر تحويل أي مبلغ أردني إلى الليرة السورية بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنة والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاوة شودونيو سبيل التعاون المقترح في المرحلة المقبلة وعلى همش أعمال اجتماعات الدورة السادس والأربعين لمجلس محافظي صندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد الذي أقيم في روما قال قطنة نتطلع لزيادة حصة سوريا من التمويل المخصص لها من المنظمة ومضاعفة الميزانية لتتمكن من إعادة تأهيل الموارد المتضررة كما استعرض خمسة مشاريع مقترحة لتنفيذها في سوريا وفي ختام الاقتصادية منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة واستخراج الكحول الغذائي والصناعي من المولاس أو الذرة وإعادة تقطير الكحول وذلك في المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمصة بتكلفة تقديرية ثمانية مليارات واربعمائة مليون ليرة سوريا هذا وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ سنويا مئة ألفا وثلاثمائة وخمسين طن كسبة ذرة وألفا وخمسمائة طن كحول غذائي ومئة وخمسة أطنان كحول صناعي ومن المتوقع تحقيق واحد واربعين فرصة عمل إلى ذلك يسهم المشروع في تغطية حاجة السوق المحلية لمواد تستخدم في كثير من الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية ختم الاقتصادية شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع زميلة هنا شكرا يا سارة أفضل أليا